إقامات التقاعد والشيخوخة والغير ربحية في عديد من دول العالم هناك دول عديدة في العالم تمنح المواطنين الأجانب حق الإقامة من جل التقاعد على أرضها ضمن شروط ومتطلبات مالية تحددها كل دولة حسب قوانينها الرجاء مراجعة مواقع سفارات الدول للتعرف على متغيرات القوانين التي تحددها كل دولة لمنح هذه الأقامة تأشيرة التقاعد البرتغالية يتم إصدار هذه التأشيرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في التقاعد في البرتغال يجب أن يكون لدى مقدم الطلب مصدر دخل موثوق به مثل المعاشي التقاعدي والمدخرات المستدامة للبقاء على قيد الحياة أثناء تواجده في الدولة المستندات المطلوبة لطلب تأشيرة التقاعد في البرتغال جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل صور شخصية بحجم صور جواز السفر نموذج طلب تأشيرة تقاعد البرتغال المكتمل دليل على القدرة المالية على أن لديك الموارد القانونية والمالية للعيش بشكل مريح في البرتغال يمكن أن يكون بياناً مصرفياً حديثاً أو دليلاً على ملكية استثمار أو مستندات توضح قوتك المالية أو راتب تقاعدي بقيمة معينة من قبل حكومة البرتغال بحدود 700 يورو شهرياً أو أكثر دليل على حجز مكان الإقامة في البرتغال مثل منزل مستأجر أو عقار تملكه تأمين طبي للسفر أو خطط صحية أخرى سجلات جنائية نظيفة من بلد الإقامة المتواجد فيها يجب تقديم جميع المستندات المذكورة أعلى باللغة الإنجليزية أو باللغة البرتغالية من قبل مترجم معتمد للسفارة البرتغالية في بلدك أو في بلد أقامتك لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع سفارة البرتغال للتعرف إذا ما كان هناك متغيرات جديدة على القوانين الخاصة بفيزة تقاعد في البرتغال تأشيرة التقاعد في الأرجنتين تمتاز الأرجنتين بسرعة الحصول على جنسيتها بعد الإقامة القانونية كما تمتاز بإطلاق نوعين من هذه التأشيرة النوع الأول للذين يحصلون على راتب تقاعد يحدد بمبلغ مالي مطلوب تحدده الحكومة الأرجنتينية النوع الثاني لأولئك الذين يمتلكون استثمارات ويدخل لهم دخل شهري مثبت قيمته محددة من حكومة الأرجنتين يمكن معرفة قيمة تلك المبالغ المالية عن طريق ممثليات الدبلوماسية لحكومة الأرجنتين المتواجدة في بلدك لأن قيمة هذه المبالغ تتغير بسبب التغير الاقتصادي للأرجنتين وتعتبر الأرجنتين من الدول الأقل طلباً لتلك المبالغ من بين باقي الدول الشروط والأوراق اللازمة لفيزة تقاعد الأرجنتين 1. جواز سفر يجب أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ الدخول بالإضافة إلى ذلك ستحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل لتأشيرتك 2. استمارة طلب تأشيرة تقاعد الأرجنتين 3 صور شخصية 4 سجل جنائي نظيف 5 إثبات لمكان الإقامة في الأرجنتين من عقد جاري أو عقد ملكية لمنزل 6. ثبات الأصول المالية المطلوبة عن طرق كشفات بنكية يجب أن تكون جميع الأوراق مترجمة إلى اللغة الإسبانية أو الإنجليزية ويتم تقديمها لأقرب سفارة 6. اليونان حيث يمكن للمتقاعدين الحصول على الإقامة من خلال الاختيار بين التأشيرة الذهبية أو تأشيرة الأفراد المعتمدين مالياً إن كلا الخيارين يعملان بشكل متشابه لخيارات الإقامة المتاحة في البرتغال، وهذا يجعلها خياراً رائعاً للأفراد الذين يرغبون بالحصول على الإقامة بشكل بسيط 7. تركيا يمكن التقاعد في تركيا عن طريق برنامج الإقامة السياحية السنوية أو عن طريق شراء عقار بمبلغ معين والحصول على الإقامة العقارية أو حتى إذا بلغ ثمن العقار الحد الذي تطلبه الحكومة التركية يمكن أن يحصل المالك على الجنسية التركية وتمتاز تركيا برخص المعيشة وسهولة الدخول 8. فرنسا من أجل الحصول على الإقامة في فرنسا عن طريق الأقامة غير الربحية أو أقامة الاستطاعة المالية يجب أن تكون قادراً أولاً على إعالة نفسك وأفراد عائلتك في هذا البلد ولا تحتاج إلى الاستثمار في فرنسا على الإطلاق أو حتى تحويل المبالغ المطلوبة إلى بنوك هذا البلد ما عليك سوى إظهار المبالغ المطلوبة من خلال حسابك المصرفي في بلدك 9. يمكن القول أن تقديم السندات الملاكية أو العقارية وإثبات الدخل الشهري أو السنوي الكافي تزيد من فرص الحصول على هذه الأقامة تجدر لا شارة بأن هذه الطريقة من أقل الطرق خطورة للاستثمار في الخارج الشروط الرئيسية 10. وكما سبق وذكرنا في مقدمة الكلام أن هناك الكثير من الدول التي تسمح بالإقامة فيها بشروط إثبات المقدرة المالية على الإنفاق دون اللجوء إلى حكوماتها لطلب المساعدات المالية على الحياة 10. مثل النمسا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها أيضا يرجى البحث في مواقع وزارات الهجرة أو السفارات لمزيد من المعلومات للمهتمين بهذا النوع من الأقامة ترجمة نانسي قنقر